السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام وحشتوني جدا اتمنى تكونوا دايما بخير واول حاجة بطلبها منكم اشتراكوا لايك للقناة عشان اكبر بيكم وان شاء الله النهاردة هجيب لكم فكرة سهلة وبسيطة كده لتغيير السالون عندك او الريسيبشن او الانتري بحاجات بسيطة جدا ما كلفتنيش سبعين جنيه طبعا لو جبناها من بره هتتكلف اكتر من كده بكتير وانتو عارفين طبعا تكلفتها بره لكن احنا عملناها بسبعين جنيه بس عملتهم بسبعين جنيه بس حرفية طبعا انتو عارفين الصالون بتاعي ونجدناها مع بعض قبل كده على قناتي التانية وهسيب لكم الرابط في سندوق الوصف عشان تشوفوا الفيديو كامل بتاع التنجيد وازاي تنجيدي الصالون بنفسك في البيت زي ما انتو شايفين كده عملت كوشن كده احجاب مختلفة جبت القمش القمش ده على فكرة طبعا هو بقله فترة يعني انا يعني متأخرة شوية فان انا جيبه بس هي صادفت معي ان انا كنت ماشية فلقيت القمش موجود طبعا على فكرة ده قمش فستين يعني ممكن تتعمل منه فستين صهرة طبعا انتو عارفين بصوا اللي هو الصادف بتاعه ده بيتقلب يمين وشمال ممكن يعمل لونين ممكن تتخليه لون ممكن تتغيري لون لما تزهقي بصوا شايفين ازاي بيدي اسود على فضي وشوية بيدي لون اللي هو بيدي على الاخضرات والزيتيات دي شوية طبعا عشان اوفر فيه التكلفة حبيت ان انا اعمله من وراء بالشكل ده طبعا ده كان عندي كان قمش وابتديت ان انا استغله للدار عشان اخلي الوش ده يعمل لي اكبر قدر من الكوشنز اللي اقدر استغل لها في الصالون هقولوك بقى بالزفت التكلفة القمش ده النص متر ده عامل حوالي سبعين جنيه والمتر منه مية واربعين وفيه طبعا اسعار كتيرة ومختلفة ان شاء الله هوريكل محل انا جبت منه ونصور ونشوف الاسعار بالتفاصيل فيه منه طبعا خامات كتيرة بس الخامة دي كانت الخامة المتوسطة ولا هي العالية قوي ولا هي الاقل فيها اقل من كده بس ما عجبتنيش عملت انا عندي كوشنز احجام يعني عديدة شوية ومربعة ومربعة كبيرة فعملت لكل واحدة منهم كيس زي ما انتم شايفين كده طبعا انتم عارفين ان الحاجات دي بتتباع برا سعرها سألت عليها لقيتو غالي جدا عبال ما اجيب ثلاثة كياس للمخدات دي او الخدديات دي هلاقي نفسي دخلت في حوالي 250 300 جنيه ده يعني ده اخر حاجة توصلت لها فقلت لأ انا ممكن ان انا اجيب القماش واقدر من خلاله ان انا اغير شكل الكوشنز بتاعتي واعمل شكل جديد في الصالون اغير انكم طبعا حطة حاجات تانية هي اللي انتم شايفينها على الكورسي دي كنت حطاها على الكنبة فدي من نفس القماش بتاع الصالون تمام وروح تفصلتها عند المنجد وكده بس حبيت ان انا اغير بقى شوية ودخلت رمضان طبعا معي حاجات رمضان الجميلة ابتديت ان انا احط اللماش ده لقيته اسفل الكياس دي لقيت هدتني شكل حلو ايو وعجبتني بصراحة يعني كنت بشوفها يعني نقصني بقى كده المفرش الرانر الفارو ده هشوفه برضو منين وهحاول ان انا اجيبه لكم يكون ارخص من ما انا بسمع وبشوف لانه بيبيعوه باسعار غالية جدا بصراحة الموضوع ما دخل في دماغ خالص وحسيت ان هو تكلفة فاحنا طبعا يعني طبعا نتيجة الظروف اللي احنا عايشين فيها عايزين نعمل حاجات كويسة وفي ناس لا تكون اسعارها حلوة هنا دي كوشنز برضو اللي عاملة الكيس ده ان جايب القماش وعملة الكيس ده ما اشتريتوش حابت ان انا اغير شوية في ياسم كنت احطاها عندي على البفات جوه في القوضة بس اخطى اللي اعطاها حابت اغير يعني شوية يعني عشان اعمل شكل مختلف واجواء رمضان بقى وكده يعني زي ما شايفين كده حطتهم كده هو الموضة طبعا اللي طلعة ان هي تبقى مش نفس المساحة مش نفس الحجم يعني فانا عاملة كده احجام لو انتوا اغدين بالكو هتلاقوا حجم عريض اللي هي في الاول دي وبعد كده اللي ورا مربعات التانية يعني مختلفة شوية ما حابتش عاملهم شكل واحد عشان يبقوا فعلا زي الموضة اللي طلعة دلوقتي وبقى مبسوطة طبعا كل ما بتغيري في حاجة بسيطة بتبقى مبسوطة جدا وحاسة ان انت غيرت كتير طبعا ممكن نحط بقى اي حاجة عندك اي رانر كده عليه شكل الخيمية بتاع رمضان يديك شكل حلو او ده الفانوس اللي عملنا برضو على القناة القديمة وانا حطاله الشمعة دي زي ما انتوا شايفين كده دي الشموع اللي هي بالبطاريات بس بتدي شكل حلوة كأنها يعني شمع بجد برضو الفيديو دوت هسيبلكو الرابط بتاعه عشان تشوفوه ما كلفنيش خالص اي حاجة وبالفعل كانت فكرة شفته في محل من المحلات وانا ماشي وحابت ان انا نعمله باقل التكاليف برضو بحيث ان احنا زي ما قلتلكو نبسط نفسينا وفي نفس الوقت ما نكونش يعني مكلفين نفسينا قوي ونكون يعني عملنا تجديد التجديد لأي ربك بيت لأي ست بيت بيكون محفز ليها وبيكون زي ما انتوا عارفين بيديها طاقة ايجابية وكتبقى مبسوطة طبعا خاصة بقى لو التغيير ده ماخرش من ميزانية البيت كتير دي صانية برضو عندي حبيت اقوليكو برضو كل الافكار اللي ممكن تساعدكو في الصالون دي صانية عندي حطيت فيها برضو رنم صغير كده او اي اي بقى حاجة انت عندك اي بواية وماشي كون شكلها حلو جبت يعني زي كبايات حطيت فيها الزرع اللي طالع ده اليومين دول حطيت فيها برضو مصباح عندي كده او فانوس بس مش شغال حطيت له برضو زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكو هو على الشاشة حطيت له الشامع اللي هو الصناعي ده هوريكو شكلها بعد ما اعملها طبعا زي ما انتوا شايفين بالبطارية هنا بوريها لكم هوريكو شكلها بعد ما حطها شكلها حلو جدا اه وبتخليكو تشغالي كل الحاجات دي كانت قديم عندي يعني الفانوس اللي قدامكو ده كان قديم عندي ومش عارف احط له بطاريات لان بطارياته زي الساعة كده شوية فالموضوع كان صعب معايا شوية فبصراحة الشامع دي رخيصة جدا يعني الشامع عاملة حوالي 5 جنيه فطبعا انها تغير لك الشكل ده تعمل شكله جو جميل قوي كده اه ممكن تحطيها في اي حاجة عندك اي فانوس قديم اي اباجورة مش مش بستخدميها هتغير لك الشكل يعني تغيرات بسيطة كده وتديكي جو رومانسي كده تعدي رشاب كوبات المسكافيه بتاعت الكوبات القهوة في جو كده لطيف كده يعني بصراحة التغيير حلو ومطلوب وخاصة لو هو مش هياخد يعني من ميزانية البيت كتير بصوا انا جبتلكم بقى يعني تقريبا الحاجات البسيطة اللي ممكن نغير بيها بسرعة كده عالسريع كده احنا مثلا يعني عندنا الحاجات دي موجود طبعا اي حد عنده الصينية اي حد ممكن نشتري بجيب لكم الحاجات اللي ممكن تكون في متناول اليد يعني الشموع دي رخيصة موجودة في اي مكان هتلاقوها شايفين اللي برضو الكرات اللي انا حطاها في الصينية دي ممكن تستبدلوها باي حاجة موجودة عندكم دي كتعندي من ايام ما بنحط حاجات في شوكر كريسماس وكده فطبعا ادتني شكل وبهجة وحاسة ان انا يعني عملت تغيير حلو عجبني لو مش موجودة ممكن تستعوضوها باي حاجة موجودة عندكم يعني تعملوا جاو كده بسيط غير طبعا الكوشنز اللي غيرتها وطبعا زي ما قلتلكم اهم حاجة ان يكون الموضوع ما يقصرش على ميزانية بيتك وتكون دايما حريصة على ميزانيتك وازاي تخطط بس كده النهاردة ديكت الفكرة او الافكار بتاعتنا البسيطة كل طبعا ما هعمل حاجة هتديكم الفكرة بتاعتها اهم حاجة ان احنا يعني الهدف من القناة ان احنا نكون نعمل حاجتنا بارخص الاسعار زي ما بوريكو كده ده الانتري او الصالون انا عملته ارخص من بره بكتير جدا عملته بايدي وهوريكو طريقته ازاي هقوليكو الحاجات اللي ممكن تستخدموها او هعملكو ريفيو عنه بسرعة كده برضو ان شاء الله في فيديو جديد على القناة عشان برضو لو حد عايز يعمل حاجة وما حد ش يستغل من بره يعني يبقى السعر كويس وعلى قد اليد بس كده بيكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة بشكركم جدا على حسن متابعتكم والحد اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله بقولكم سلام عليكم باي باي